يواصل الاحتلال الاسرائيلي اجراءاتها تعصفية التي تحول دون ادخال مزيد من مساعدات الوقود بالكميات التي تلب احتياجات الاشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة على رغب من تجهيز مصر لعشرات الشاحنات من الوقود يوميا والمصطفى بالقرب من معبر رفح البري كاملة التلفزيون المصري التقت بعدد من سائقي هذه الشاحنات الذين اكدوا صعوبة الاجراءات الاسرائيلية في منفذ كرم أبو سالم والتي تعرق لدخول هذه الشاحنات التي تنتظر اياما لدخولي الى غزة انا جيت ودخلت ودخلوني جواب وبعد كي طلحت ثاني انا محمل بنزين فليه عشرين يوم النهاردة فمن يوم انا جاعد هنا انا الشاحنة بتاعت يا باشا بتشيل صولر تمام ستين الف ليلة ينوض بقى فاقتر من خمستاشر يوم تمام دخلونا كرم أبو سالم الوضع في كرم أبو سالم صعب بهدالة جوا يعني عشان اخش جوا يعني من الساعة ستة الصبح اعود لعشر بالليل لتلاتة اخر نهار العصر عشان عدت عربية واطلع انا كنت بخش من معبر الرافح المصري يعني ما بكملش ساعتين في اليوم فالوضع صعب 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 في كرم أبو سالم على العربية بتيجي بتقعد لو مش بسرعة بيعود ثمانت ايام مثلا وبنخش من كرم أبو سالم التفتيش وبيعصبوا كل حاجة وكل حاجة بيعطلوها يعني ما فيش غير الوضع الاول كان في معبر الرافح كان الوضع حلو العربية ما بتتكملش تلات ساعت وبتخرج ساعتين وتخرج كل يومين بقى العربية بتيجي يوم واتنين التالت بنا بقى راجعين لبيوتنا دلاتة بنوعب لعشرين يوم حمسة شهر يوم اشتركوا في القناة